موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مشاهدي فضائية العراق التربوية أعزائنا طلبة الصف الرابع العلمي نلتقيكم في درس جديد من دروس الفضائية العراقية التربوية لمادة الأحياء للصف الرابع العلمي درسنا لهذا اليوم سيكون استكمالا للدروس السابقة التي تم شرح فيها ساق وبشرة وساق ذات الفلقة الواحدة وذات نباتات ذات الفلقة الواحدة ونباتات ذات الفلقتين درسنا لهذا اليوم سيكون عن التركيب التشريحي لساق ذات الفلقة الواحدة أعزاء الطلبة مميزات ساق ذات الفلقتين وساق ذات الفلقة الواحدة تكون بالشكل التالي سؤال الأول ما هي مميزات سيقان نباتات ذات الفلقتين تتميز سيقان ذات الفلقتين بكون النسيج الأساسي يتميز أو مميز إلى قشرة ولب وتكون الحزم الوعائية منتظمة على هيئة استوانة مع بعض الخلايا السيكلاران كيمية لتكون الدائرة المحيطية إذن منها ممكن يجينا سؤال أعزاء الطلبة من ماذا تتكون الدائرة المحيطية في سيقان ذات الفلقتين تتكون من بعض الخلايا السيكلاران كيمية بالإضافة إلى الحزم الوعائية المنتظمة ثالثا تتميز الحزم الوعائية باحتوائها على كامبيوم بين نسيجي الخشب واللحاء ينتظم الخشب التالي باتجاه البشرة بينما ينتظم الخشب الأول باتجاه اللب وتعتبر جميع هذه الأنسجة هي عبارة عن أنسجة ابتدائية ننتقل أعزاء الطلبة إلى التركيب أو توزيع وتركيب الأنسجة في الساق الأنسجة في الساق في سيقان ذات الفلقتين أفواً تتكون من أولاً نسيج البشرة نسيج البشرة وين يكون أعزاء الطلبة؟ نسيج البشرة رح يتمثل الطبقة الخارجية من الخلايا اللي هي رح تحافظ على جسم النبات بالضبط شان إحنا عندنا البشرة بالحيوانات أو البشرة بالإنسان يتمثل الطبقة الخارجية للجسم واللي يتمثل كحاجز دفاعي بالضبط بشرة النبات بهذا الترتيب فنجأ أولاً تتكون البشرة من صف واحد من الخلايا وتغطى من الخارج بطبقة من الكيوتين هذه الطبقة تكون غير منفذة للماء وتكون الكيوتكل وتتميز بوجود مواد شمعية في هذه الطبقة طبقة الكيوتكل أعزاء الطلبة تختلف من نبات إلى آخر تبعاً إلى نوع النبات والبيئة اللي يعيش فيها النبات فمثلاً نلاحظ أنه طبقة الكيوتكل في النباتات المائية تكون طبقة رقيقة جداً بينما في النباتات الصحراوية سنلاحظ الأكس فتكون طبقة الكيوتكل سميكة في النباتات الصحراوية وذلك لكي تحافظ على المحتوى المائي وتمنع البكترية والفطريات من مهاجمة الأنسجة الداخلية للنبات ننتقل أعزاء الطلبة إلى الطبقة الثانية الطبقة الثانية ما يعرف بإسم طبقة القشرة طبقة القشرة تكون إلى الداخل من طبقة البشرة طبقة البشرة مكونة من صفاحة من الخلايا بينما طبقة القشرة تتكون من أدة طبقات من الخلايا وتل البشرة إذن وين صايرها؟ إلى الداخل من نسيج البشرة تحيط القشرة بالإسطوان الوعائية وتتكون من خلايا برانكيمية قد تحتوي خلايا القشرة على بلاستيدات خضراء تتميز آخر طبقة من القشرة باحتوائها على كميات من النشأ والتي تكون ما يعرف بإسم الغلاف النشوي إذن أعزاء الطالب إذا أردنا نقارن بين طبقة البشرة وطبقة القشرة أولا طبقة البشرة هي الطبقة الخارجية للنبات والتي تتكون منها تتكون من صفاحة من الخلايا بينما طبقة القشرة تتكون أو الطبقة التي تبي طبقة البشرة عفوا تحيط بالإسطوان الوعائية وتتكون من أدة طبقات من الخلايا تحتوي على خلايا برانكيمية التي لا تحتويها خلايا البشرة وتحتوي على بلاستيدات خضراء غير موجودة في نسيج البشرة وتتميز بوجود الغلاف النشوي الذي يكون غير موجود في نسيج البشرة أو في طبقة البشرة الطبقة الثالثة تعرف باسم طبقة الدائرة المحيطية ما هي الدائرة المحيطية؟ هي المنطقة التي تلي الغلاف النشوي التي تقع بعد الغلاف النشوي وهي المنطقة الخارجية للأسطوان الوعائية تتميز الدائرة المحيطية بأنها تتكون من طبقة أو أكثر من الخلايا السيكلران كيمية إذن ما نوع الخلايا الموجودة بالأسطوان الوعائية؟ خلايا السيكلران كيمية ويطلق عليها أيضا اسم أرياف الدائرة المحيطية أو تكون أهميتها بحماية خلايا اللحاء من أي ضغط خارجي الطبقة الرابعة الزائي الطلبة هي طبقة الأسطوان الوعائية الأسطوان الوعائية تتكون من أدد من الحزم الوعائية والتي تترتب على هيئة حلقة واحدة الحزم الوعائية هنا أعزاء الطلبة من أخذناها؟ أخذنا بالدروس السابقة إنه النسيج الوعائي رح يجي يتكون من الخشب واللحاء بالإضافة إلى الكامبيوم اللي موجود بين الخشب واللحاء فيتكون من خشب ولحاء بالإضافة إلى الكامبيوم اللحاء يتجه نحو طبقة البشرة والخشب نحو النقاء أو نحو اللب وعلى قطر واحد ويطلق عليها باسم الحزمة المفتوحة أعزاء الطلبة يطلق على الحزمة الوعائية في ساق نباث ذات الفلقتين بالحزمة المفتوحة هذا التعليل مهم جدا وذلك لوجود الكامبيوم بين الخشب واللحاء يعني إحنا موجودة إنه خشب ولحاء وبين الحزمة الوعائية ما للخشب واللحاء يوجد كامبيوم لذلك يطلق أليه باسم الحزمة الوعائية ننتقل إلى كيفية ترتيب نسيج الخشب وكيفية ترتيب نسيج اللحاء قبل ما ننتقل خلينا واح على شغلة مهمة إنه نسيج الخشب ونسيج اللحاء الثانياتهم رح يعانون من نمو ابتدائي أو يمرون بمرحلة نمو ابتدائي ونمو ثانوي فلنمو الابتدائي نسيج الخشب يتكون من أما الخشب الأول أو يتكون من الخشب التالي الخشب الأول ويتجه نحو اللب أو النقاء وهذه ميزة للسيقان بينما الخشب التالي يتجه إلى الخارج نحو نسيج البشرة يتكون الكامبيوم اللي موجود بنسيج الخشب أو بيناتهم من طبقة واحدة أو أكثر بينما مكونات نسيج اللحاء يقسم إلى نوعين اللي هو اللحاء الأولي واللحاء الثانوي اللحاء كلحاء أولي ولحاء الثانوي يتكون من ثلاثة أجزاء أنابيب منخلية خلايا مرافقة برانكيمية بالإضافة إلى إلياف اللحاء ننتقل إلى المنطقة الخامسة اللي هي منطقة اللب اللب موقع يحتل اللب مركز الساق يتكون من خلايا برانكيمية كبيرة الحجم إذن من ماذا يتكون اللب؟ يتكون من خلايا برانكيمية وتكون ميزتها كبيرة الحجم وتحتوي على مسافات بينية في بعض الأحيان الساق يكون أجوف ممكن يجينا هذا التعليل أو أعطي مثال ليش أجوف؟ لأن اللب ينحسر بطبقات قليلة كما في نبات الباقلة والبرسيم إذن هذا سؤالي أعزاء الطلبة سؤال الأول أعطي مثال لنبات يكون فيه تجويف الساق أو الأفو الساق أجوف جواب نباتي الباقلة والبرسيم السؤال الثاني تعليل تعليل أعلل يكون الساق في الباقلة والبرسيم أجوف وذلك لأن اللب ينحسر بطبقات قليلة ننتقل إلى المنطقة الساق سعى أعزاء الطلبة اللي هي منطقة الأشعة اللبية تعريفة خلايا برانكيمية توجد في المسافات بين الحزم الوعائية لتصل بين القشرة واللوب توجد الأشعة اللبية في السيقان التي تنتظم فيها الحزم الوعائية على هيئة أسطوانة يعني وين موجودة بها السيقان؟ موجودة في سيقان ذات الفلقتين غير موجودة في ساق ذات الفلقة الواحدة دعني نأخذ الشكل التوضيحي الموجود أعزاء الطلبة من الكتاب بالنسبة إلى السيقان اللي موجودة قدنا شكل رقم 484 عفواً تشريح الساق هنا قدنا أولاً أو الرسم ألف اللي رح يمثل مقطع مستعرض في ساق ذات الفلقة الواحدة شكل باق رح يمثل مقطع مستعرض في ساق ذات الفلقتين من ذوات الفلقتين الباق لا من ذات الفلقة الواحدة نبات البردي لو لاحظ هنا أعزاء الطلبة أن الحزم الوقائية في ذات الفلقة الواحدة نباتات ذات الفلقة الواحدة تكون غير مرتبة ما صار على الترتيب البشر وان صار إلى الخارج اللب إلى الداخل لكن الحزم الوقائية تكون غير مرتبة بينما في ساق ذات الفلقتين اللي لاحظ أن الحزم الوقائية تكون مرتبة بهذا الشكل بالتالي من راح تكون مرتبة بهذا الشكل راح تظهر أنه ما يعرف باسم الأشعة اللبية أعزاء الطلبة أن ننتقل إلى النمو الثانوي في سيقان ذات الفلقتين النمو الثانوي أو التغلض الثانوي ماذا يمكن تعريفه أي نمو يعني ظهور أعضاء جديدة وازدياد في كمية الأنسجة بالإضافة إلى زيادة في سمك النبات يرجع سبب الزيادة في الأنسجة والسمك إلى تكوين أنسجة ثانوية إذن ممكن أعزاء الطلبة يجينا تعليل أعلن حدوث أملية النمو الثانوي أو أملية التغلض الثانوي جواب بسبب تكوين أنسجة ثانوية ويحدث هذا النمو في نباتات ذوات الفلقتين فقط إذن ما يحدث وين؟ ما يحدث في ذات الفلقة الواحدة يستثنى من ذلك بعض النباتات ذات الفلقتين كما هو الحال وين بيا نبات؟ في نبات الباق اللاء أن تعليل مهم لا يحدث النمو الثانوي في نبات الباق اللاء جواب وذلك لكون مثل هذه النباتات تكون حولية ما معنى نباتات حولية؟ أي أنها تعيش دفترة زمنية محدودة ننتقل أعزاء الطلبة إلى النمو الثانوي في ذات الفلقة الواحدة في ذات الفلقة الواحدة لا يحدث تغل الثانوي وإنما يزداد الساق في أرسمك شنو السبب أعزاء الطلبة؟ وذلك نتيجة لانقسام الخلايا في القمم النامية بالإضافة إلى ازدياد حجمها أعزائي طلبتنا طلبة الصف الرابع الألمي نتمنى أن نكون قد وثقنا في آداء درسنا هذا اليوم إلى أن نلتقيكم مرة أخرى نتمنى لكم حسن المتابعة شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة